يعود التسخين إلى الأجواء مجدداً بعد فترة من الركود والبرود في التصريحات السياسية والتحركات الميدانية على خطوط التماس من شمال غربي سوريا إلى شمالها الشرقي رسائل نارية تعلنها وزارة الدفاع التركية فتقول إن قواتها المنتشرة في منطقة نبع السلام جاهزة لأي حالة طوارئ وإن قوة الاستجابة السريعة لديها على أهبة الاستعداد مشيرة إلى عودة التصعيد وتلك رسائل تكسر حالة الجمود التي مضى عليها بضعة أيام تحركات الدفاع التركية في الشمال الشرقي قابلها حراك آخر في الشمال الغربي على الحدود مع تركيا يصل وزير الداخلية سليمان صويلو إلى الحدود الجنوبية في زيارة تفقدية لأحد المخافر وتلك تحركات قد لا تكون عادية بعد مضي أسابع على سخونة الخطابات السياسية والتجهيزات الميدانية المشيرة إلى نية بشن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية فما الذي تغير خلال الأيام الماضية؟ التحركات التركية في الميدان على كامل الحدود جاءت بعد يوم دام شهدته عفرين في منطقة غصن الزيتون بعد قصف صاروخيا استهدف الأحياء السكنية فيها أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين قالت مصادر محلية إن مصدر القصف مواقع قسد المحيطة في المدينة إضافة إلى عمليات استهداف متكررة لخطوط التماس مع الجيش الوطني كان آخرها قصف مدفعي استهدف محيط النقطة التركية بالقرب من مدينة مارع شمالية حلب إذن تحرك جديد لأنقرة يقابله تصعيد من الأطراف الأخرى بعد أيام من الهدوء فأية رسائل تحملها صواريخ قسد وأية رسائل تشير إليها أرتال العربات العسكرية التركية فهل هي مقدمات لتثبت الاتفاقات المبرمة أم مؤشرات لحرب مقبلة ترجمة نانسي قنقر